إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه الناس تعين اللهم لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت تعلم من غيوب اللهم اجعل هذا العمل خالص لوجهك الكريم وتقبله مني طلبة وطلبات الصف الثاني الاحداري أهلا بكم ومراجعة قبل الامتحان في مادة لغة عربية الترم الأول لا تنسى زيارة قناتي على الاتوب والاشتراك بها وعمل لايك للفيديو وتشارهه للأصدقاء والفيسبوك يلا بينا نبدأ السؤال الأولين يوجوز الأولين بيقولي القراءة أولا من درس كبرياء طفل اقرأ ثم أجب ثم حدث في هذا الاحتفال الكبير حدث عجيب دل على ما تنطوي عليه نفس هذا التلميذ كان من نظام الحفل أن يتقدم الطلبة الناجحون للمسولة بين يدي الخذيوي واحدا واحدا وقد أعطى الطلبة لهذا الغرض فلقنوا عبارات مناسبة المناسبة فلقنوا سبب في هذا المقام ومنها أنه في حالة ذكر اسم الطالب أو اسم والده يجب أن يكون مزوج بكلمة عبدك تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الصحيحة اللي عند أطهاري يبقى تعالوا ما شوف مع بعض أول عبارة بيقولك إيه هاتلي مرادف المثول هاتلي مرادف يعني هي معنى كلمة المثول يا طرح هي الوقوف المتشبهة الطاعة طبعا يبقى مرادف المثول هو إيه الوقوف يبقى العبارة الصحيحة الإيه الوقوف طيب هاتلي جامى كلمة عبد يا طرح هي عبيد ولا أعبد ولا عباد يبقى جامى كلمة عبد هي إيه عبيد يبقى جامى كلمة عبد أي عبيد طيب برضو هنا بيقول لي هاتلي مضاد كلمة المناسبة المناسبة هل هي الملاءمة المختلفة المتوفقة يبقى عكس أو مضاد كلمة المناسبة هي الإيه المختلفة هي الإيه المختلفة طيب هنا بيقول لي إيه بقى برضو ما الجمال فيه تنطوي عليه نفس هذا التلميذ إيه الجمال في العبارة دي العبارة تعبير جميل يصور النفس بشيء مادي ينطوي بشيء مادي بإيه ينطوي هنا جزئية جيم بيقول لي كيف تم إعداد طلاب المدرسة لمقابلة الخديوين قد أعدوا الطلبة لهذا الغرض في لقون العبارات المناسبة في هذا المقام ومنها أنه في حالة ذكر اسم الطالب أو اسم والده يجب أن يكون مسبوك بكلمة عبدك طيب الجزئية داي بيقول لي علامة انطوى نفس مصطفى كامل علامة انطوى نفس مصطفى كامل هنا انطوت على إيه على الاعتزاز بالنفس والشجاعة وقول الحق وقول الايه الحق ثانيا من قصة كفاح شعب مصر تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين العبارة الأولانية بتقول لي القائدة الذي هزم الهكسوس هو أحمس وأحمس العبارة التانية بيقول لي مؤلف كتاب كفاح شعب مصر من هو علي جنبوليتي ولا عبد المنعم قنديل ولا عز الدين فراج يبقى مين بقى نقوله عز الدين فراج العبارة اللي بعد كده بيقول لي فيها ايه بيقول لي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الايه الخاطئة واحد حارب صلاح الدين الصليبيين في جهامة ونبل طبعا اللي جابة ايه صحيحة استخدم اتنين بقى استخدم كليبر سلاح تجويع لوقف ثورة القاهرة الثانية طبعا العبارة دي عبارة ايه عبارة خاطئة تلاتة احمد الابنودي بطل المقاومة الشعبية في القاهرة طبعا برضو العبارة دي عبارة ايه عبارة خاطئة طبعا نتكلم ده الوقت على موضوع القراءة المتحررة القراءة المتحررة بقرأ ثم اجي خلق الله الانسان وجعل الارض امانة بين يديه وسخر له كل ما فيها كي يعمرها لفائدته ويجني ثمار جهده ويجب ان تغضع عمارة الارض لثقافة الانسان وماذا تحضره وقدرته على الربط بينها وبين الحقاق العلمية واحلامه الخيالية ويكون هذا التعمير تعميرا حضاريا شاملا يعم نفعه على الجميع حتى تستقيم امور الناس وينتفع بعضهم بجهد بعض ويتبادل المنافع فتسموا افكارهم وتصفوا قلوبهم وتصحوا ابدانهم ويعموا العدل والرخاء والسلام السؤال هنا بيقول لي هنا السؤال طالب مني حاجة ايه هي اول حاجة بيقول لي اه هات من العبارة او الفقرة كلمة مضاداها الحقيقة. حلق كلمة ايه. يبا الحقيقة ديت عايز لجيب مضادا بس من العبارة حلق كلمة الايه الخيال. يبا كلمة الايه هنا لوقتي الايه الخيال. طيب وعايز برضو من العبارة خلاص او من الفقرة اللي كلمة او كلمة مفرطها بدن. يبقى بدن ديت. خلاص. عايز كلمة هنا هوت. يبقى حاليا كلمة ليه? الابدان. يبقى هنا الكلمة المفرطها بدن. اللي هي الايه? يبقى كلمة مفرطها البدن. خلاص حاليا هي الابدان. طيب سؤال بعد كده بيقول لي ايه بعد الوقت هنا بيقول لي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة. عبارة قطأ. امام العبارة الخاطئة. واحد. تخضع امارة الارض لثقافة الانسان وتحضره العبارة طبعا عبارة ايه صحيحة اتنين التعمير الحضاري للارض يعود بالنفع على الجميع العبارة طبعا برضو عبارة ايه صحيحة تعالوا نشوفوا الجزيرة اللي بعد كده علل لما يأتي واحد سخر سخر الله كل ما في الارض للانسان ليه بقى لكي يعمرها لكي يعمرها الانسان لفائدته ويجني ثمار جهده اتنين كيف يمكنك كطالب علم ان تساعد في تعمير الارض نعمل ايض الوقتي بالجهد والاجتهاد والعمل الدقوب والمستمر للوصول الى هدفك من خلال الجهد والاجتهاد والعمل الدقوب والمستمر حتى تصل الى هدفك النصوص من درس صح غالية قال الله تعالى يا بني انها ان تكوح مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او تكن في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير السؤال يقولي تخير الاجابة الصحيحة من بين القوسين عايز مراضف الخردل اللي هو ايه بقى الخردل الحجر ولا الماء ولا النبات يبدو هنا مراضف كلمة الخردل اللي هو النبات طيب سؤال بعد كده رقم اثنين عايز جمع كلمة مثقال يا طرى هي مثاقيل مثقال ثقال يبنا نقوله جمع كلمة مثقال اللي هي مثاقيل مثاقيل طيب عايز المراض بيأتي بها ما المراض بكلمة يأتي بها يفعلها يعلمها يجهلها يبنا نقوله المراض بكلمة يأتي بها او عبارة يأتي بها يعني ايه يعلمها طيب يأتي بها الله تعبير يوحي بايه يوحي بمعرفة الله الوسعى لكل شيء اذكر الآية الكريمة التي طلب فيها سيدنا لقمان من ابنه ان يعتدل في مشته ويغفض من ايه من صوته اللي هي بقى الآية الكريمة تقول ايه وقصد في مشيك وغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير دال ما ادلة قدرة الله في الآية السابقة فعنا نشوف قدرة الله هنا في ايه من ادلة قدرة الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة ايه بقى ساعة علمه سبحانه وتعالى بدقائق الامور وقدرته سبحانه وتعالى على الاتيان باعمال العباد مهما كانت صغيرة مهما كانت ايه صغيرة من درس سيناء ارض الفيروز سيناء عروس بذوية سيناء خيول عربية سيناء حمامات بيد وسنابل قمح ذهبية وجداول من عطر رقراق فوق ضفاف وردية بيقول لي اجب عما ياتي عايز كلمة او عايز مراضف رقراق ومفرد سنابل وجمع عطر بعالوا نشوف مع بعض اول حاجة هنا بيقول لي بقى ايه نقوله عايز مراضف رقراق يعني لامع طب عايز مفرد كلمة سنابل يعني سنبلة طب وجمعك كلمة عطور به او باء ما الجمال في سيناء خيول عربية الجمال في كده ايه هو تعبير جميل صور اصالة وعراقة سيناء بالخيول الايه العربية جيم علامة يدل وصف ضفاف بوردية خلاص يدل على ايه يدل على روعة الشاطئ يبه هنا يدل على ايه روعة مين الشاطئ طيب الجزية ده ما الدليل على سعادة المخلوقات وهي بارض سيناء الدليل هو ان النور ينتشر في كل مكان والحمام الابيض يرفرف في سعادة ووصول الزيتون تغطي السحراء لتستكمل صورة سيناء في ابهى صورها ولي من موضوع لو انني ضابط شرطة صفقه اعضاء البرلمان لمصطفى على اجاباته وابتسم الاستاذ احمد وقال له اخد احسنت التعبير عن قيامك بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة طيب سؤال الالف بيقول لي هات مراد هات مفرد كلمة كلمة اعضاء ومضاد كلمة احسنت وجامع كلمة وظيفة طيب تعانشو مع بعض هاتمراد كلمة ايه اعضاء طبعا عاز عاز نجيب المفرد بتاعك كلمة اعضاء طبعا عطغ طبعا ومضاد كلمة احسنت طبعا هي طبعا ايه اسعت يبا مضاد كلمة احسنت هي ايه? اسات. طب وجامع كلمة وظيفة هي ايه? وظائف. يبا هنا اعضاء مفردها عضوة. مضاد كلمة احسنت هي اسات. ايه? وجامع كلمة وظيفة تعتبر نقوله ايه? وظائف. طب هنا السؤال بعد كده بيقول لي ما موقف اعضاء البرلمان والاستاذ احمد من اجابات مصطفى. اه ايه كلمة نقفهم? يعني حصل لهم ايه? لما سمعوا ايه 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 اجابات مصطفى. صفق اعضاء البرلمان لمصطفى على اجاباته وابتسم الاستاذ احمد وقال له لقد احسنت. طيب جيم او الجزية ركم جيم من السؤال. وضح الصورة المسلة التي رسمها الدرس لضابط الشرطة. طبعا المفروض ان يكون ضابط الشرطة بيعمل حاجات الاتية. ايه بقى? ان هو يعمل المساواة بين الناس امام القانون. اتنين. ان يرد الحقوق لاصحبها. ثلاثة. ايه لازم يكون عنده ايه? ضبط مرتكب الجرائم. ومنع حدوث ايه? الجرائم. يعني كل الصفات ديات لازم تكون موجودة في مين? في ضابط ايه? ايه الشرطة. وايه كمان? وانه يعامل المتهمين والجمهور معاملة ايه طيبة? معاملة ايه? طيبة. من نص نصائح غالية. قال الله تعالى. يوني اقم الصلاة? وامر بالمعروف. وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ان ذلك من عزم الامور. هات مرادف عزم الامور. وجمع كلمة الصلاة. طبعا هنا بنقوله عزم الامور. هي ايه بقى? الامور الواجبة عليك. يبقى دي اسمها عزم الامور. هي ايه بقى? هي الامور الواجبة عليك ان ان تقوم بها. طب وعايز كلمة كلمة الصلاة. طبعا جمع او جمع كلمة الصلاة هي الايه? الصلوات. كيف الجزئية بقى? كيف تكون هذه الوصايا وسيلة لامتلاك القلوب? يرضى الله عن العبد ويجعله محبوبا ويسود المجتمع الحب والمودة ويصبح المجتمع متعاونا فيما بينه. جيم. اكمل. يا بني. اسلوب. اسلوب ايه ده الوقت ده? يبقى يا بني. اسلوب ايه? اسلوب نداء. طيب. طب وغرضوا ايه الاسلوب للنداء ده? يبقى غرضوا الايه? التنبيه. يبقى ده عملية الايه نهوت? اللي هو بيقول ايه? بنبه بيه. طيب سؤال بعد كده بيقول ايه? اقم الصلاة. طيب تعالنا نقوله ما بعض. اسلوب ده هو اللي هو بيقول ايه? اقم الصلاة. يبقى ده اسلوب ايه? اسلوب امش. طيب. وغرضوا طبعا هنا غرضوا ايه? الحثس. يبقى يبقى غرض دهوت غرضوا انه ايه? بيحس على اقامة ايه? الصلاة. برضو هنا بيقول لي ان ذلك من عزم الامور. طيب. الاسلوب ده اسلوب ايه? اسلوب توكيد. بل اسلوب ده ان ذلك من عزم الامور ده اسلوب نوع ايه الاسلوب ده? اسلوب توكيد. طب واسلته ايه بقى اللي هو بيستخدمها? هو حرف ايه? ايه? ان. بان ده هو ايه? الوسيلة بتاعته. الانسان العاقل من ملك لسانه ومن يدرك ان المتهور مقصر لابد ان يعطيه النصيحة وهو متفائل ليعدل من سلوكه لا شعوره ويصبح احسن خلقا. تعالى نشوفه هنا بقى العبارة بيقول لي اعرب ما فوق الخط. يعني عايز كلمة ايه? اه لساني? باعربها. وعايز كلمة النصيحة. وعايز كلمة خلقا. تعال بقى نشوف مع بعض. تعالوا اول واحدة ان قولوا ايه? اه الانسان العاقل من ملك لسانه. تعالوا نشوفوا لسانه دي. لسانه. تعالوا نشوف مع بعض. يقول له يبقى لسانه مفعول به منصوبا بالفتحة. يبقى بنعرب لسانه مفعول به منصوبا بالفتحة. طب ان يعطيه النصيحة. النصيحة هنا نعربها ايه? يقول لك نعربها مفعول به ثاني. برضو منصوب بالفتحة. يبقى هنا ان يعطيه النصيحة. النصيحة دي نعطيه نعربها ايه مفعول آآ مفعول به ثاني آآ منصوب بالفتحة. تعال بقى نشوف كلمة ايه? احسن خلقا. او ماشي خلقا هنا هوت اه تمييز منصوب بالايه بالفتحة. تمييز ومنصوب بالايه بالفتحة. طب تعال نشو بعد كده بيقول استخرج. ايه بقى فعلا معربا واخر ايه مبنيا. تعالوا نشوفوا الافعال المعربة. زي ايه كلمة فعال المعرب بقى? زي كلمة مسلا يدرك اهوت ويعطي ماشي ويعدل وايه ويصبح. كل ديت بنعرف ايه تبقى اسمها افعال ايه? افعال معربة. طب والفعل المبني هنلاقي ايه? اه ملكة. يبقى الانسان العاقل من ملكة لسانة? ملكة. يبقى ملكة هنا بيعتبر ايه ذو الوقتي? بيعتبر فعلا مبنيا. طيب هنا بيقول لي برضو استخرج من القطع الامنينة ديت اسما مبنيا وبين نوعه. وبين ايه نوع? تعالوا نشوف مع بعض. الاسم المبني هو ايه هنا هو ضمير. هو ايه اعتبر بالنسبة لنا ايه? ضمير. ومن? اسم الموصول. يبقى ده ايه يعتبر اسم مبني هود? يبقى هو ضمير. اه من? اسم الموصول. اسم الايه الموصول? ومن هاو نقول لي ومن يدرك. ومن يدرك يبقى اسم ايه? اسم ايه? طيب. هات نعتا مفردا واضبوطه. عايز نعت مفرد وايه? ويكون مضبوط. طب اللي نعت هنا. تعالوا نشوف مع بعض كده. الانسان العاقل. يبقى كده كلمة الايه العاقل ديت نعتبرها نعتان. ما له مرفوع بالايه? بتضمها. طيب عايز برضو حال حالا جملة اسمية. ووضح الرابط بتاعها. طيب هنا هيقول ايه? وهو متفائل. وهو متفائل. هنا ووضح الرابط الرابط هنا الواو والضمير. عايز بعد كده معطوفا وضطه. ايه شعوره شعوره. يبقى تعالى نقوله هنا كلمة ايه? عايز معطوف وعايز ايه يضبطه. اللي هي ايه? احنا نقوله دوقتي ايه? من سلوكه لا شعوره. يبقى من سلوكه لا شعوره. يبقى هنا نعتبره ده ايه? معطوفا اه مجرورا بالايه بالكسر. النحو اقرأ ثم اجب. اجاب خالد المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فهو يستحق معاملة طيبة. لانه انسان. وعلى المجتمع كله ان يأخذ حقه دون تجاوز او قسوة. اعرب ما تحته خط في القطعة السابقة. يبقى هنا بيقول لي ايه? اعرب ما تحته خط في القطعة السابقة. يبقى نذوقتي عندي كلمة كلمة المتهم. عندي كلمة انسان. عندي المجتمع. عندي كلمة ايه? ياخص. تعالوا اول واحدة بيقول لي بقى كده. اجابة اجابة خالد. المتهم. تعال نشو ايه? المتهم. المتهم هنا نعرف ايه? مبتدأ مرفوع بالايه بالضمة. يبقى المتهم خلاص مبتدأ مرفوع بالايه بالضمة. طيب. عايز لانه انسان. هنا نقوله انسان هنا يعتبر ايه? خبر انه مرفوع بالضمة. يبقى الانسان يعتبر خبر اه انه مرفوع بالايه بالضمة. تعال نشوه بعد كده المجتمع. وعلى المجتمع. يبقى العبارة بتقول لي على المجتمع. يبقى هنا نقول له المجتمع ايه? اسم مجرور بالايه? بالكسرة. طيب. كله ان يأخز. يبقى يأخز هنا ماله فعل مضارع. ماله منصوب بالفتحة الظاهرة. طب هنا بيقول لي برضو استخرج من القطعة اللي احنا اراناها بكده فعلا معربا واخر ايه مبنيا. تعالوا نشوف مع بعض. هنا الفعل المعرب مين? اللي هو يستحق. اللي هو هنا ايه? يستحق. طيب واخر مبنيا. عايز الايه? اه مبني. يبقى نقوله اجابة. يبقى هنا اجابة يعتبر ايه? يعتبر فعلا مبنيا. والفعل المعرب هو ايه? يستحق. طيب عايز بعد كده نعت مفرد. واعربه. يبقى طالب مني ايه دلوقتي? النعت معرب وعايز ايه اعرابه. النعت هيكون ايه? طيبة. خلاص? اللي هي فين دلوقتي نقوله مع بعض كده هو. اه يستحق معاملة طيبة. يبقى طيبة ديت نعرفها ايه? طيبة نعت. طيبة اعرابه هكون ايه? نعت منصوب بالايه? بالفتحة. نعت منصوب بالايه? بالفتحة. طيب هنا بقول اكتشف الخطأ في الجملة الاتية. المعلمات يبزلوا الجهود العالية في عملهن. تعالوا شمال خطأ هنا نقوله ايه? بقى نقوله هنا ان نقوله المعلمات يبزلنا المعلمات يبزلون الجهود العالية في عملهن. يبقى المعلمات يبزلون الجهود العالية في عملهن. الطالب المجد يزاكر باهتمام اجعل المبتدأ هنا هو تجمع مؤنس وغير لجامل مؤنس وغير ما يلزم. يبقى هنا عايز يخلى ايه الجامل ايه المؤنس? يعني بدلا ما نقوله طالب نقوله الطالبات. ونشوف ايه اللي يحصل في الجملة. نشوف مع بعض كده نقوله ايه? الطالبات المجدات يزاكرنا بايه? باهتمام. يبقى الطالبات المجدات يزاكرنا بايه? باهتمام. وفي نهاية هذه الحلقة اتمنى ان تنال اعجابكم. لا تنسى الاشتراك للقناة. وتعمل لجاك للفيديو وتشاريع للقصدقاء والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.